اللهم صلي وسلم وبارك وزيد وبارك على سيدنا محمد المعليل وصحبه اجمعين ان شاء الله النهاردة معنا حل اسئلة الدرس التالت كيمياء تانية سلوية المرة اللي فاتت اخدنا شرح الدرس دوت ولو تبعت الحلقات اللي قبل كده اخدنا نظرية فيسبور والدرس اللي قبله كمان تمام لو في اي حاجة نصاق بداية من الدرس التالت اللي قبل كده فاروح رجعها تمام كده تمام الناس يا مصر للجانب تسأل الحصة اللي فاتت لما قلت الجدول بتاع المنهج المنهج بتاعنا سنتحن حد ايه في شهر ابريل وفي شهر ايه وفي شهر ايه وفي شهر مارس الامتحان يا شباب ببساطة سيكون على الباب دوت كله يعني احنا ننتظر كده حصة واحدة وحلل الاسئلة بتاعتها اللي هو الدرس الرابع وهتاخدوا جزئية صغيرة جدا في الدرس الجاي يعني الدرس اللي هو بتاع عناصر الفاقس هشرح لكم في حطة صغيرة جدا هي اللي هي منها تقريبا هيجي منها سؤال واحدة أو سؤالين يعني مش قصة يعني تمام وناخد شوية اسئلة عليها بس بكده احنا نكون خلصنا نرجع الباب الرابع والجزئية ديت بس فبسيطة يعني بعد النشاء اللي هتلا تحسس ونكون خلصنا المنهج تمام على الاسبوع الجاه نكون خلصنا اده ملخص الدفس بتاع الحصة اللي فاتت قلت لك ان في الميسان والإسالين والإستالين تمام كده تمام العناصب بتاعتهم او الرموز بتاعتهم وهنا C2H4 وهنا C2H2 طيب دول لازمت هم ايه؟. دول اللي بيحصل فيه عملية الإس Beh 3 أما هنا بيحصل فيه تهجين اس Beh 2 أما هنا بيحصل فيه تهجين اس Beh 2 وشرحنا في الحصة اللي نفتل بالتفصيل طيب قلت لك هنا مجموعة من الس 3 من ال View Н Surara 3 Här Lands قلت لك هنا واحدة من الس 2 Gün Surara 3 công أداء 1 ، 2 ، 3 طيب تت لك bridgepoint Sierra B يعني عبارة عن النظر أطوazione 1 ، 2 تمام كده تمام وشرحنا هذه الأحيار المرة التي القتد قلت لك أن هنا هناك شيء يسمى سيجما ودي باي ودي باي قلت لك هنا هنا واحدة سيجما و هنا واحدة باي البقائين دول كلهم سيجما تمام كده؟ طيب هنا قلت لك ان الزوية لازم تكون 109.5 هنا الزوية 120 هنا الزوية 180 ده بيكون شكله خطي ده بيكون شكله مسلس زي ما انت شايف كده ده بيكون شكله رباعي الأوجه دي بتكون رابطة أحدية دي بيكون رابطة ثنائية رابطة ثلاثية ازاي رابطة أحدية اه رابطة واحدة بس بين كل عنصر طيب هنا اللي رابطة ثلاثية عشان طبعا كل رابطة بتحمل اثنين الكترون ولازم الكربون يكون حواليه 8 الالكترونات اللي هي نظرمة السلمانيات بتاعة الحصة اللي فاتت تمام تمام طيب فعشان كده قلت لك دي سلاثية بس كده ده جانت خلاصة الحصة بتاعة المرأة الفاتت او الملخص طيب طيب بالنسبة للكتاب الكتاب نفس اللي معاك بالضبط الرقم الاسئلة عنها والهلا بيقولك رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم صلي على خير الانام سيدة محمد اللي عليها افضل الصلاة والسلام تبقى لنظرية رابطة التكافؤ ايا من الابتالات الاثاتية يحدث بينها تداخل لتكوين جزئ البرو اول حاجة انت لازم توزع جزئ البرو تمام كده تمام وبعدين تعالوا نوزعي عني 1S2 بعكا 2S2 كده اربعة 2B6 يبقى كده عشرة هو من دولك انه هو 35 3S2 اللي هو اثنين يبقى كده 12 وعكاس 3B6 يبقى كده اللهم صلى عن نبي 18 بعد كده 4S2 يبقى كده انت جمعت العشرين و 3D10 كده انت جمعت الله مثلا عن نبي 30 4B5 كده انت جمعت 35 طيب طبعا اخر اللهم صلى عن نبي اخر عنصر هو اللي بيكون ايه هو اللي بيكون التوزيع هو ايه عنصر ده و ايه اللي بيكون التوزيع امشان انا بقول 4B 4B5 طيب البي ديت بتوزعت زي 3 4B3 صح كده يبقى 1 2 3 4 5 هي ديت فعلا اللي يحصل فيها ايه اللي يحصل فيها عملية التداخل لان انا قلتلك بيحصل مع اخر عدد زرية و اخر رقم 2 بيقول لك يمكن حدوث تهجين بين اربيتالات المستويات الفراعية طبعا لازم يحصل تهجين بحيث ان هي تكون متساوية او متقاربة من بعضي زي مين زي 2S و 2B اما تعال كده شوف لي 4S و 3D عارف انت هتجبها قريبة ازاي؟ بص كده طيب 1S و 1B مافيش 1B اصلا طيب 4S و 3D 4S و 3D انا عايزهم يكونوا مترتبين وراء بعض طيب 4D و 3B برضو معاد عن بعض الجزائيات التي يكون التهجين فيها من النوع SB3A احنا اخذنا الحصة اللي فات التلات انواع صح؟ طب تعال يا مصر ما عليش راجعلي على الملخص بطائع الحصة اللي فات؟ طيب نقول بسم الله بيقول لك هنا ايه طبعا احنا قلنا الجزائيات التي يكون التهجين فيها من النوع 3B 3SB3 بيكون شكلها ايه؟ طيب SB3 طبعا الشكل بيكون ايه؟ بيكون رابطة احدية و بيكون رباعي لأوه تمام يبقى هو ايه؟ رباعي لأوه نيجي للسؤال الرابع بيقول لي السؤال الرابع ايا من الاشكال الاتية تعبر عن تداخل قرب 3 لتكوين رابطة باي طبعا رابطة باي تتكوى من الجنب اما الرابطة التانية اللي اسمها سيجما تتكوى من ايه؟ من الرأس طيب نيجي بعد كده دي رقم 4 نيجي بعد كده للسؤال رقم 5 و نشوف بيقول لك ايه؟ بيقول لك في حالة تهجين الاس بي 2 لما تهجين الاس بي 2 يكون ترتيب ازواج الالكترونية في الفراغ بتكون عامل ازاي؟ طبعا نصر الحاجات احنا نحلها بالملخص ادى الاس بي 2 شكل الازواج عامل ازاي مسلس مستوي تمام؟ يبقى شكلها عامل ازاي مسلس مستوي نيجي بعد كده للسؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ ما قيمة الزاوية بين الروابط في جزئ البي اف سري طيب البي اف سري لو جيت توزعه بعمل كده طالع منه ايه؟ طالع منه ثلاث اسهم فبالتالي هو يكون شكله مسلس مستوي اكيد مش هيكون رباعي ولا خطي فان الزاوية بتاعته طلعت بمية وعشرين ده كل من الملخص بتاعنا اللي موجود في جروب التليجرام طيب بعد كده تيجي لسؤال رقم ساعة بيقول لي ايه يا مصدر في جزئ النشادر ايه الان عليها عليها زوج من الالكترونات او عليها ايه يكون من النوع طيب حلو قوي السؤال الجميل ليت تعالى وزع الي يعمي الان اتش سري تعالى نعمله هنا كده في الحتة الفاضيه اده الا الان واده الاتش سري واده اتشا واده اتشا تمام كده والانهي يقال لك فيها ليه اتنين الكترونيات اتنين الالكترونين تانين عشان هنا اتنين اثنين يبقى اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يبقوا ثمانية مزبوطة جميلة او يا مستر! تمام! دوت بيديك انهي شكل طبعا ده بيديني الشكل اللي هو المثلث المستوي بس بيكون عليه ايه عليه رضوانانة كده وفيها عينتين يا مستر! تمام! باب انا اعايز ايه منك دلوقتي انا اعايز اقولك ده بيدي انهي واحد مش انت قلتيني مسلس مستوي الا هو الاس بي تو! یا مصطر هين يناول عليك ايه جمال دوت ..llب longtime للعسل دوت تمام تمام برقم 8 بيقول ليك الرابطة التسهمية السنائية اه روح غير طول رابطة تسهمية السنائي ادل رابطة السنائية يا مصطر تتكون من رابطة صيجمة و رابطة باي جميل اوي رابطة صيجمة و رابطة باي صحي كده ادي رابطة صيجمة و رابطة باي اللي قلناه في الحس اللي فات%, شخص عن لا اهمي اي مشكلة . إلا ناختيار المعبر عن الأرباطات المتداخلة لتكويين هاتين الرابطتين . هاتين الرابطتين يبقى على طول gave me . . No, 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 no , no, 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 no . . إذن الإجابة الإما إما بي لإما إيه . ماذا تمام الـ . وتـ Judyим cinema بقى . وهنا بنواع إلا هي . كون . . . طلق البابيو مع البابيو طبعا الرابطة باي تنشأ منين تنشأ من الجنب يعني تكون عاملة كده تنشأ منين تنشأ من الجنب اطبع هذا الجنب يعملها مين يعملها حاجة اسمها البيزد طب البيزد دي جاي منين انا مش فهم حاجة فاكرة حصة اللي فاتت لما قلت لك البيزد في حالة البابيو مش هحصلها اي حاجة يعني ليس يحصلها اي حاجة يعني ليس يدخل في التهجين فبالتالي لما هي ليس يدخل في التهجين ايه سيحصلها يا مستر ايه سيحصلها هتعمل رابطة باي هتعمل رابطة باي اللي حتة دي شرحتها في الحصة اللي فاتت تمام تمام طيب نروح بعد كده للسؤال رقم تسع فين رقم تسع اهو بيقول لك بقى التغير الحادث في مقدار الزاوية بين الروبي ثلاثة مهجنة عندما يتغير التهجين من السب 3 الى السب 2 الى السب طيب هنا بيقول لك مقدار التغير في الزاوي طيب لما اتغير من السب 3 الى السب 2 الى السب هنا طبعا الزاوي جاءت مئة وتسعة ونوص بقت مئة وعشرين بقت مئة وثانين يبقى لاحظة الله طبعا ازدادت ده حاجة يعني سهلة طيب نروح لرقم عشرة وبعد كده رقم عشرة بيقول لي ايه التهجين زرد الكربون في جزئ السي او 2 من النوع ايه طيب السي او 2 حلوة اوي C to A وزعها لي بردو ادى C卡بونة ودى O ودى O تمام كده ، طيب طبعا هي الكربونة انها ليس هو تسقط på det هو اكيد هو اكيد الكربونة الجبautre에 2 electron لتبقى ناطبقية اسمانينية تمام كده Etse는 هنا الشكل الاخير اللي طلعلي شكل عامل ازاي طبعا الشكل اللي طلعلي دوت شكل عامل زي دوت كده يبقى شكله خطي يبقى الزاوية بتاعته 180 درجة يبقى بيدي sb تمام كده sb اللي هي الاجابة ديت رقم ايه تمام كده طيب رقم 11 بيقولك ما عادة روابط sigma في المركب المقابل اه ركزلي بقى في الحتة ديت ركزلي في الحتة اللي جاية ديت ونعمل عليها زون بص كده بيقولك ال ch2 تمام بيساوي اه لا يا مستر معلش الحتة ديت عايز ايه عايز شرح على ورق الكلام دوت عايز شرح على ورق طيب بصيلي كده اده c الكربونة ايه وده ال H وده ال H صح كده صح وبعد كده عمل لك هنا رابطتين sigma طيب وبعد كده قال لك اده c وده ال H خلينا مثلا نعملها معا هنا كده طيب وبعد كده قال لك اده c وده H وده H تمام كده وبعد كده عمل لك شرطة تانية قل لك اده c وده ايه وده O وعمل لك معا رابطتين ديت مافيش فيها اي كلام وبعد كده O وبعد كده شرطة وبعد كده ال C حطي لك هنا H وحطي هنا H انا وزعتها بس H و H مافيش اي مشكلة طيب وبعد كده شرطة عمل لك ايه عمل لك C H وبعد كده عمل لك شرطتين وبعد كده C H انا عملت اي حاجة صعبة مافيش ايه مفيش اي حاجة صعبة طيب بعد كده نطلع رابط B واطلع رابط sigma طيب تعالي كده نشوف اول حاجة الروابط بتاعت sigma هو عيز sigma صحي كده طيب تعال نطلع عله sigma بص كده يا معالي هنا انا عندي رابطه هنا انا عندي رابطه واحدة يبقى كده اتنين تمام واحدة بين هنا sigma يبقى كده تلاتة انت مش عارفين ما يكون فينا رابطتين بتبقى 1 سجما و 1 باي تمام يبقى هنا ادي اسمها باي ودي اسمها ايه ودي اسمها السجما طعب انا كده معي 3 سجما اربعة سجما خمسة سجما ستة سبعة ثمانية تسعة اما يكون في اتنين خد منهم واحدة بس يبقى 10 والتانية ايه والتانية باي يبقى كده 10 11 12 13 14 هنا اخد واحدة بس 14 يبقى 15 16 17 تمام كده تمام تمام وما البقى التلاتة اللي بقين اده واحد اتنين تلاته دلهم ايه دلهم بتوع باي تمام كده لا احنا حسبنا سبعتاشر تعال كده هنحسبتان احنا حسبنا حاجه غلط تعال كده اده واحد اده واحد اتنين تلاته اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر 14 خمستاشر ستاشر سبعتاشر بس بس ده ما في الكتهوش يا مستر جام فيهنا ايه قربونا او فينا برضو اتشاي يبقى دي كده 18 تمام تمام معلش الشباب معلش كلنا بنغلط يعني ما فيش اي حد ما بيغلطش مدر الاسطال ما فيش حد ما بيغلطش فهي بس الحتة دي لما فيكناهاش فكده بقى 18 طيب ناخد رقم 12 بيقولك ايه بيقولك يا مستر اي من الاختيارات الاتية تعبر عن عدد روابط في جزئه ال C H2 وبعد كده شرطتين C بعد كده شرطتين H2C طيب بيقولك هنا ما لهم بقى عدد روابط Sigma طيب يلا نحل السؤال الجميل ده شرطتين H2 ديت وحط هنا H ايه وحط هنا H ايه تمام شرطتين H2 دي وحط هنا H ايه تمام هنا يا مستر عدد روابط Sigma دعنا نجيب Sigma الاول اداء واحد اتنين ثلاثة وهنا اربعة خمسة ستة تمام كده يبقى عددهم ستة يبقى لاما ده لاما ده طيب تعال نجيب باي باي اداء واحد اتنين عددهم اتنين يبقى اكيد الاجابة الصحية هي دي طيب تعال اشوف الرقم 13 ايه من الاختيارات الاجتية تعبر عن انواع الروابط في جزيئات الاكسوجين والنيتروجين والهيدروجين هيدروجين هو H2 نيتروجين H2 اكسوجين O2 تمام تمام لانه اقل لك هنا جزيئات طيب الراحة خالص انا عايز ايه؟ طيب تعال اول حاجة هنشتغل عليها هي الهيدروجين في الطعام SARS اعرف ان هو قياه كام الكترون بقياه وقياه 2 الكترون وقياه 2 الكترون اخى فعلا اثنين الكترون اهم تمام تمام يبقى ان اليما بينهم بدي رابطه اسمه ايه؟ رابطة SIGMA تمام يبقى ليجابه الاما ديت لا ما ديت طيب تعالوا انşaف النيتروجين النيتروجين عدده الزري كام طيب النيتروجين طبعا اعرف ان ني من النوع quienي هو 60 P يكون مبينه كام رابطه طبعا يكون ما بينه 3 رابطه هنا النيتروجين مبينه 3 رابط disciplines نفس النيتروجين تقديم 5 رابطه 2B 1S 2B رابط سجما و2B زالي هي العجابه نكمل هذا يقول لك الاكسوجين رابطه Sigma و رابطه Bay نarte الاكسوجين من النوع عني واكسوجين للنوع Sb2 سيكون مبينه عبره رابطهين نعم الله harus الله على النبي بقصة plank رابط سجما ورابطة باي يبقى ان الا difficile владل صحيح ولكنه لان اهدفih ما بينيه 2 رابطة و النيتروجين مابينها 3 رابط طبعا هم دول اكتر 3 عناصر يافتون تعرفون ان القول委 من الاهيدروجين لنولا الوكسوجين لنبلغ الانان مابينها 2 رابطة اما fruit3 لان طبعان الكملiseologue سيكون من نوع SB الى هى Because ان يكون من النوع الثالث الي هو SB3 تمام تمام والكملise falta ان النقلي هو share بالتفصيل اكتر في حلقة الشرح. رقم 14 ما مجموعة عادات كلها من روابط سيجما وبوي في الجزء الواحد من المركب اللي قدامك دوي. طيب. انده بتقولي في الجزء الواحد. صح كده? صح. تعال ان نعمل ما بينهم روابط. وانت لسه متعلم دلوقتي الرواب بتعمل ازاي? صح? صح. طيب هنا هتعمل الهيدروجين عارف ان هي لها روابطة واحدة طيب. بعد كده هتعمل الكربون. الكربون لها كام? الكربون لازم يكون حواليها اربعة عشان تعمل السومانينيات. طيب هي بتكون اصلاً بتكون اصلاً بتعمل عليها اية? بتعمل عليه حالة الاس بي طيب الاس بي اللي هي فيها ه 33. طيب انا مش فاهم يا بmäßطر ايه بحالة الاس بي وايه اللاغبط اللي انت بتقول ها دي? بالرحة خالص بالرحة خالص. انا معايك الواحدة واحدة. هنا ديات الهيدروجين. صح? صح. بتاخد كام? بتاخد بتاخد روبيطة واحدة صح via كده? صح. دي انا عارفها يا مستران. تلسى الهالة دلوقتي مع النيتروجين والكسوجين. والتلت دول ستين. صح. تمام. وبعد كده الكربونة. الكربونة انا قلت لها هتخد هنا تلاتة عشان واحدة. وتلاتة كده هي حوالية من الالكترونيوز تتحقق عليها السمانيات. تمام? تمام. وبعد كده هتعمل الكربونة اللي بعدها. تمام. تمام. هنا الكربونة دي اتاخد التلاتة. يبقى ناقصها واحدة. تمام كده. طيب بعد كده عمل الكربونة التلتة. ادي الكربونة التلتة. دي لها واحدة. يبقى ناقصها هنا. تلات. تمام. واعمل الكاربونا الرابعة. الكاربونا الرابعة فيها تلاتة. يبأ ناقصها واحدة. طيب يعمل الكاربونا اللي بعدها. فيه ناوحدة. تعال كده ده واحد اتنين تلاتة اربعة اخمسة ده واحد mee اتنين تلاتة اربعة ادا خمسة. يبقى كده احنا محتاجين هنا ايه? محتاجين هنا تلاتة. وآخرهم ان اه ده فعلا ان اصلا IDE احت احنا بتاخد ايه? لان بتاخد تلات روابط لسه الهلي من شوي. طيب. 8 9 10 11 12 هما كلهم كان مجموعهم 12 تمام كده طيب نشوف رقم 15 بيقولك عند ايزابة غاز ال HCL في الماء تمام يتكون بين ايون الهايدروجين موجب وجزء الماء رابطة طبعا رابطة تناصطية ليه رابطة تناصطية لو رجعت لو رجعت الجزء بتاعها اللي هو ايون الهايدرونيوم هتلاقي ان هنا يا مصدر ايه اللي بيحصل هنا الاكسوجين بيمنح للهايدروجين وكمان الهايدروجين ده بيستقبل فهنا عندنا مانح وعندنا ايه وعندنا مستقبل يعني دونر وعندنا كمان اكسيبتر تمام كده يبقى احنا عندنا دونر و اكسيبتر يبقى بالتالي ديت ينفع عليها ايه ينفع عليها الرابطة التناصطية طيب رقم 17 بيقولك جزء بعد كده نقط يمكنه تكوين روابط تناصطية طيب مين اللي بيكون روابط تناصطية اما يكون عنده مثلا راس كده او يكون عنده الكترونات حرة اما يكون عنده الكترونات حرة مثل اللي جان لسه معينا تحت وهو HCL مع إلكترونيات حرة فبالتالي يبقى فيها عندك دونر و أكسبتر تمام كده اللي عنده إلكترونيات حرة طبعا مفيه شغل للرسمة دي نيجي معنا آخر سؤال رقم 18 أي من الاختيرات الآتية تعبر عن الارتباط الصحيح في أيون الأمونيوم اللي هو H4 وبعديه موجب يعني معناه أنه هو إيه؟ معناه أنه وفاقت طبعا طيب بيه طبعا رابط التناسقية رابط التناسقية لازم يكون عندك فيها مانح و مستقبل طيب بيقول لك أن هنا الإلكترون تعالى كده نرسمها الأول أدى الإن وده إيه؟ وده الإتش وده الإتش وده الإتش وده الإتش صح كده؟ صح تمام بيقول لك أن الإلكترون بتاع الإن ده لونه أحمر والإلكترون بتاع الإتش دوت لله هو لونه إيه؟ لونه إكس أخضر تمام؟ تمام طيب بصيلي بقى كده أنا عايز أعرف مين دلوقتي الدونر ومين الـ يعني مين اللي بيمنح دلوقتي ومين اللي بيستقبل طيب اللي بيمنح طبعاً اللي هو الكبير اللي هو في المركز اللي هو في المركز اللي هو الكبير يبقى كده النيتروجين ده هو اللي بيمنح للهيدروجينات تمام كده الهيدروجينات أه تمام يبقى هو النيتروجين اللي بيمنح النيتروجين اللي بيمنح النيتروجين اللي بيمنح يبقى كده غلط لأنها بيقول لك الإكسجين هو اللي بيمنح طيب بعد كده هشوف ايه؟ يبقى هدي فعلا الجابة الصحيحة اللي هما عليهم الاثنين حمر عشان بيتديهم لمين؟ بيتديهم للهيدروجين فهمت الفكرة؟ طيب كده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة جينات حلقة وسيطة وجميلة ورائعة ان شاء الله حلقة الحس الجاية هو الدرس الرابع رواية الفيزيائية ودرس جميل جدا ودلسة اشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقة الجاية حلقات الكيميا بتكون احد واربع لكن هذه الحلقة نزلت النهاردة متأخرة عشان مبيرح اعتذرت ان انا كنت في سفر تمام؟ حلقات الكيميا بتنزل اياموستر بتنزل احد واربعاء الساعة السادسة مساءً بالنسبة الفيزياء بتنزل اثنين وخميس في نفس المعايب شككم بخير والسلام عليكم